بس انت عادت عاد انت اي داد ما بدك انت حور فيك تتفق معي فيك ما تتفق معي فيك ما يعجبك شغلة فيك اللي بدك يا بس انت مت شخصيا الامور معي اختك امك مرتك سبتة جدا عرفت عليه كيف هايدي انا وجهة نظري بالموضوع كل اياته يعني من هايدي الناحية بتطلع احمد فران جريت انترو لا حطت حياتي من انترو من بعد ما سمينا الزلمة بس لا جريت انترو كوتش لانه كنا عم نحكي عن هادا الموضوع اول شي مبروك عبدوت لبنان تانكيو حبيبي الله يبارك فيك و جريت سيزن لحن نحكي عن كل شي هلا بس قبل ما نحكي عن كل هاي دول القصص ولانه عم نحكي انه انت مبتح قد اليوم كنا بتجيم كنت عم بخبرك قبل شوي انا ورفيئي اسمه فاروق تحت وعم نحكي كنت عم بقله انه مش معقول هالشخص شفتك مبارح لانه كنت عندك كمان انترو وشفتك قديش ديبلوماسة وقديش زلمة انت له له فاروق لو عندي اخت بجوزوا ايها مع هادا وكل مرت كتير اه اه قبل قبل سوري بس قبل اصدق بس مع هادا وكله بتخيل وما عندك انت كمان على الملعب تكون رايق يعني بجليل كتيران باد ما كان يشفتك الدي باد ما كان مع هادا وكله بتخيل انا مسئول عن اكتر مرة انت عصت فيها بالملعب لا فارجيك يا فارح انا حطا بادا ببي هادا كتير ستار بس انطر الامور ايه عبيلي اعرف منك شوي لانه بتخيل هيده ومرة سحبنا لك اننا عم نحكي عنه قبل شوي هو قلي انه يمكن زيعلاني منك من هدا الموضوع. صعبية اللي اعرف معك هون على المصبوط. او انت مش عارف انه هلا قد وصلت. لا لا لا. ازا بتقدق لك هلا قتمك. بفتيك اللي احتفع. انا احتفع شوية كم مسبس ببيتلي. يعني مش شو عليك. انا لك انا 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 بتذكر امنية. انا بتذكر امنية. انا بتذكر امنية. انا كنت عم جرب بتذكر شغلي واحدة قبل ما اوصل لهم كنت عم بعيت للحكم. عم بعيت للحكم انه شو صار. مصبوط. ما اكيد يعني. اه هدا الشي ما كان لازم يصير يعني بس بتعرف والادرينالين يعني. وبالنسبة لقلي بوقتها خلصت بالملعب. يعني عن جد صدقا صدقا ماني مذكر اني وصلت لهون. اه والله. اه ذكرت ازا هيك. وحيات الله عم بلك. انه ماني مذكر انه انا وصلت لهون وصار ايدا الشي. بس الاول شي بتذكر انه عيضت كتير لرباح مرض. اه اه نزلت له وهدا ما اكيد يعني غلط هدا التصرف. من شانا يكال الحكم ما فيني اخد اي اكشن. لانه انت مية بالمية لانه انت جيت لهون او بدنا نصير عالتنين. هيدا الشي ايه بتذكره بس اه ما بتذكر اني وصلت لهون. اه جد. وفعدت اعصابي بهالطريقة. اه حتى ازا بتتذكر هلأ مؤخرا باللسامي فانا. وبعتها صارت قصة تكنيكي. مزبوط. وانا عملت رياكشن كتير كبيرة واخدت تكنيكي الفول. بعتولي الفيديو اطعولي ايه وبعتولي. ما بتتذكر. وحيات الله جاد والاشي. قلت له وقته مروان دياب بعتلي هو والرئيس ما زن طب بارا. قلت له نو وي هيدا انا. قلت له نو وي انا وصلت لهون. ولا شي. يعني كل شي بصير بالملعب عندي بعد الملعب خلص. منشان هيك بجرب احضر الجيم مرة واثنين وثلاثة لا اعرف كل التفاصيل اللي صارت. يعني مسلا من كم يوم كيف تعور ديوب. ما شفته. ما شفته. كنت عم بطلع عسكشن تاني ما بطلعت شو صار. كميليك معك عسيسين كوتشي اصلا. مية بالمية قالولي ما زنوا ايه على اجره وكزا. شو صار. وبيصير قصص انت بالملعب تكون تركيزك على غير محل. اه بس هادي بتذكرها منيح. وبرجع بقلك اه بالنسبة لقلي يعني شي وصار وقديم يعني. خلص. بس انا ماني ماني زلمي. بحط بقلبي ولا بحط بهايدي لمواضيع ابدا يعني. كل شي بصير بالملعب بالنسبة لعلي بيضل بالملعب. متبه مية بالمية مش بس هيك انا الدات بوينت لانه كنا داون تو زيرو. صح. وكانت اخر عش ثواني وكنا عايزين نسلب. كان عنا عجوب كان عايزين عجوبة يعني. نحنا بادي الجيم كنا كتير فرستريتد كمان. آآ بلعبنا بلا صالح وملا شمعون وقتا. مظبوط مظبوط. وكنا قريبين يعني صير في. متل هلأ. اي. متل هلأ. متل فكانت في كتير تنشن بهايدي الجيم بتذكري. مية بالمية. خلص لك انا ووتر اندر دو بريج. لا لا ورانا ورانا. انحلت. آآ كوتش. رجعني شوي للاول. مين بيكون احمد فران. آآ بالاساس انا ابن النادر الرياضي. بلشت ب بحكم تواجده وانا خلقان وربيان بمنطقة راس بيروت اللي هي بيتي بيبعد عشرين ثلاثين متر عمن النادر الرياضي بالزبط. اللي بيت اهلي وبعدهم موجودين هنيكة يعني. فكان ملعب بلا سقف. كنت انا ولد صغير. اطلع يعني يبين الملعب من بيتي. بعدين باتنان وتسعين بعد ما الاحداث خلصت وهذا صار في سقف كزا. صح وكننا نتابع نتفرج من البلكون. كنا دايما بهذه الفترة اهلنا ما يخلونا انه نبعد عن محيط بنايتنا. نلعب بالبنائي كزا. صح لما فتح النادي الرياضي كان متل منفس لقلنا آآ متنفس. مزلنا عن نادي. كان عمري 12 سنة او 11 سنة. كان بس في فريق اول. كان في مصارعة رومانية بيمبون. اه بيمبون بتذكر وكاراتي. هاي دول الالعاب اللي انطلعوا فيهم وقتها. بالنادي الرياضي. قبل الباسكت او الباسكت بالاساس كنا عندهم. وقتها اجع ايفان عداشكو. هاي دي الايام. وجاب معه سارجي تشي بوتكان وفيكتور كولا جان وهاي دول اللاعيبة. سو بسنة اتنين وتسعين كانت. فتنا عن النادي. بعد سنتين ثلاثة اربعة صار عندهم بالادارة انه لأ خلينا مبلش نعمل فريق. فئات عمرية وكزا. ولاد النادي موجودين. احنا كنا ننزل نلعب بيمبون. بعض الدور نلعب بلون شسر. نلعب فوتبول ما فهمني شو عم بصير. نمسك الطابة. نلعب باسكت. بس ما كان في شي. كنا انا واحمد شاكر. والكازل نستبعوله. بالعربعة وتسين خمسة وتسعين اجا غالب اجا عمر الترك اجا علي فخر الدين حسان توبة شوي شوي. صار في فريق. وبلشنا نلعب مع بعض وكزا وهاكي وعملنا فريق. آآ كتير قوي بوقتها والشباب كله نوصلوا ما شاء الله بعدين وصاروا لعيبي بالدرجة الاولى. انا بعمر التسعة عش آآ صار عندي اصابة. وما هتمت فيها مزبوط وهاكي. فأثرت علي مقدر تلعب. هوني عاملوا الاكاديمية الرياضي واتأسسوا اكاديمية. مين بحب ان ولادنا دي يكون بالكوتشين. رفعت ايدي انا. تفضل. فتنا اربعة سنين خمسة سنين ست سنين بالاكاديمية مع الولاد الصغار عم نشتغل عم نتعلم. كان اجا كوتش نازيه بوجي كمان. استلم الاكاديمية بوجه له تحية هو من الناس اللي انا آآ آآ اي اوهم الات بالكارير تبعي. ومن بعدها بسنة الالفان واثنين نفصل هو عن النادي الرياضي. وفل من النادي الرياضي بسنة الالفان واثنين. آآ انا كان هدف يضلني بالنادي الرياضي. بس آآ ادارة الاكاديمية جديدة اللي استلمت محله لكوتش نازيه. كررت انه تعمل آآ ميك اوفر يعني مثل بال بالاكاديمي. واستغنوا عن كتير مدربين. آآ بوقتها. فالتحقنا بكوتش نازيه بالهارلم. وعملنا اكاديمية كانت من الافضل بهذاك الوقت تقريبا. آآ لعبنا باسم نادي الانترانيك. وعملنا بطولات وهني كي اسسنا فريق الناينتي فور ناينتي فايف مشهور فيها. موليد الاربا وتسيق عمسة وتسعين. اللي كان فيه واقل عرقجي عزة ايسيد جيمي سالم آآ جون عاصي آآ كان معنا شباب كمان هلأ هني وقفوا وما ما كملوا بالكارير. بس لعبوا مع منتخب الناشئين اندر ايتين غرب آسيا مع كوتش سليم الشمالي كريم حركة توني ازة ملا بس شباب هني هلأ وقفوا الباسكت كلياتها اللي يسافر اللي عم يشتغل. سو كان فريق مميز ربحنا بطولات لعبنا بتركيا لعبنا بالاردن لعبنا بسوريا لعبنا بمصر. ومن بعدها بالالفان وتسعة. رجعت على الناد الرياضي آآ استعمت اندر سكستين اندر ايتين. بهيدي الفترة بعدين آآ تمام جارودي آآ آآ قرر يسلمني فريق البنات آآ استلمتهم مدة سنتين آآ آآ درجة الاولى البنات من بعدها آآ صار انه كوتش فؤاد فلم من الرياضي كان هو معه ستاف تبعه. قرر يفل فبالرياضي قرروا انه يعلونا يحطونا بالفريق الاول كاسستينت انا كوتش جاد كان موجود كوتش جاد فتوح كان موجود وانا حطوني معهم ووجا كوتش ثبطيت شو الامور يعني فيك تقول الدرجة من اصغر عمور شوية 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 يعني مرعت عكل الفيات العمرية لوصلت للدرجة الاولى سو هايدي هي باختصار بس ما حدا يقول انه عجاد ربيان وابن النادي ابن النادي يعني بلاش من انت وصغير كلعيب بعدين ابلاش تدرب الاكاديميات الفرق العمرية رحت شوية بس ارجعت جيت بنات 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 فريق شباب اسستينت تاني اسستينت تاني كمان اه فيديو اديتينج اول شيء كنت سكاوب بعدين فرست اسستينت بعدين هات كوتش اه اوكي كلهم راعت بك يعني ما قفت ولا مرحلة فيك تقول ما حرعت ولا مرحلة في الكلمة بيعطي قادك هيدا هو السبب يلي انت لانه اكيد بتعرف العنب شو بتحكي وهدا انا كمان رأيي انا فيك انه عندك فري جود ماناجيريو السكيلز برايك انت الماناجيريو السكيلز تابولك جايين من من محل غير انه انت ابن النادي لانه انت مارك بكل هالبوزيشنز فبتعرف اللاعيب انا اكيد بقدر اقرأ اللاعيب وبكون قريب من اللاعيب من المدرب كيف يشوفه كيف يحكي معه برايك هيدول ساعدوك بكاريرتك كمان اكيد دفنت لهيدا الموضوع ساعدني كتير خصوصا انه انا بعرف المنتاليتي بالنادي الرياضي بعرف كيف يفكروا الادارة بعرف كيف يفكروا يعني كيف بيتنفسوا من النظرات بفهم عليهم شو بدهم شو لازم نعمل شو لازم نجيب وكيف لازم نتصرف فهدا الشي ساعدني انه انا عندي الدي انا اي تبعيتهم يعني آآ منه نوفيهم بس الموضوع الاكتر اللي ساعدني لما صرت بالدرجة الاولى انا كنت كتير 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 آآ يعني فيك تقول باست فرنز مع العيبة الدرجة الاولى بالرياضي يعني صحيح انا ما كنت بالفري الاول بس كنت سافر معهم على كل الدورات كنت بالجيمات دايما انا موجود عم بحضار متل اسماعيل احمد عمر الترك علي محمود آآ علي فخر الدين غالب رضا هيدولي يعني هيدولي الشباب اللي انا جيلي يعني انا اصحاب اصحاب يعني كتير اصحاب سو انا رفقتهم وشفتهم وعشت حياتهم وشفت كيف يتصرفوا شيفت كي اللي مدربين كيف تتصرف معهم شفت الادارة كيف تكون شفت كذا وتعلمت كتير من آآ كمان كوتش سبوتيتش يعني اتعلمت منه قصص كتير بادارة الفرق لانه جاب افكار وجاب عقلية جديدة من يوروب لانه درب على لفل كتير عالي باليوروليك وبجريس فكمان اتعلمت منه طريقة كيف دك تكون انت قريب من اللعيب وبنفس الوقت انت ترسم حدود مع اللعيب ترسم خطوط من اللعيب يعني انا آآ كتير طريقتي آآ بتخلي اللعيب آآ انا ويا نعمل آآ صاحب آآ ها دي تنعكس اجابا على ارض الملعب بس بنفس الوقت انا اللعيبة بيحترموني بيحترمونه وانا ما سامح لحالي اتخطى حدودي مع اللعيب يعني انا بيعطيك مسألة صغيرة باي سفرة باي محل منكم في بيكم انا ما بعرف ارقام القوات طبع لعيبتي بلتقى فيهم على الترويقة على الغداء على العشاء بالباس بالجيم بالتمرين بس انا ما بتدخل على الرايفت سبيس انو ضلني انا قاعد على اللعيب وعم بسمع شو عم يحكوا لا انا ما عندي يون هيدول سو انا بتصرف مون بطريقة كتير انو انا اعطيني شغلة وانا بعطيك اللي بدك ياه وعندي شغلة تعلمتها انو ما اعطي وعود للعيبي ما بقدر اوفي فيها سو من شاناك انا ولا لعيب لعب معي عادت معه بقاعدة وقلت له انا بدي اعمل واحد اتنين ثلاثة انا بدي اعطيك واحد اتنين ثلاثة مستحيل لو كان احسن لعيب بالدور يعني اذا انت طيب واقل ادي كل كاريرته تقريبا لعيب معي ولا مرة قاعدين انا واقل هدته هاد قاعدين انو انا عم بوعده بقصص او انا عم بطلب منه اصص بالعكس انا بشوف الفريق كيف شو بده وبجرب اتصرف على هيدا الاساس تجرب انا اوفق بين الكل وهيدا التحدي الكبير بيكون دايما بيكون لالي لما يكون في فريق فل اوف ستارز انو انت كيف تقنعهم بالتضحية كيف تقنعهم يلعبوا مع بعض وكيف تقنعهم انو يتنازلوا لانو انت بتعرف الايكو طبع اللعيب بيكون وخصوصا باللبنان لعيبي هني معدودين على اصابع يعني انت لا تجي تقنع لعيبي كبير تساكريفايس من وقته من النومبرز طبعوله من السبايس طبعوله على ما لا بعدها شي منو سهل ابدا فعندي هيدا الادراء لانو دايما دايما مع اللعيب ولا مرة بوعد بشي ما بقدر اوفي فيه باعتقد هيدا هو السر لتبني انت علاقة سليمي مع اللعيب هيدا كتير مهمة خاصا هلا بالاوف سيزن لما تكون عم بتحكي مع لعيبي لانو بشوف اوال كتير لعيبي او مدربين بصير يقول له لعيبي بسي بيجي لعيبي يقول لي الكوتش وعدني انو هيعطيني عشرين دقيقة بالجيم ودايما مكون سؤالة هي كيف انو انت ازا لعيب محطح احالك ازا انت لعيب لاتساي انو انت اوكي وعدك بعشرين وبلشت بعشرين ومش عم تعطيه لحيلعبك عشرين ما حيلعبك وواحد تاني ازا عم بيعطيه كتير لحيلعبه محلك فانت كيف تقبله على حالك لانو بتعرف انو هيدي كذبة مية وفي كتير لسول الحز لسول الحز في كتير عالم عم بيعملوه وحيدة في لعيب بفاوضك عليهم قبل ما يلعب انا اللعيب اللي بيجي لعندي بهيدا المنطق آآ كون اكيد ما بمضي معي. ما بمضي معي ابدا ولا 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 تكون قريب ليلعب معي ما حدا بحط شروط لانو انو انت اخر شي بدك تدفع تمنا من كيسك كم درب لانو انت لما تعطي كلمة انا اهم شي عندي احترم كلمة اقدر احكي حكي اقدر احترمهم واقدر نفزهم وطبقهم. سو ما بعطي وعود ما بعطي وعود انا بس اللي بعطيه آآ بكلمة واحدة بقول له انا بوعدك انو انو انت آآ تاخد حقك. ارن يور منتس بالبراكتس. ارن يور بلاينج تايم بكل تصرفاتك كونو بروفاشنال. وكل وكل شي بيكون آآ ماشي بالطريق الصحيح لانو هوني بلبنان آآ المنتالي توتل ديفرنت عن اللعيب الاجنبي وعلى اللعيب الهاي لفل البروفاشنال هوني آآ فا اكيد اكيد اللعيب بدك تكون معه صادق صادق ما بتعطي آآ وعود للعيب ما بتقدر انت تنفزها يعني انا ما فيني اجامع اللعيب اللو انت عليك عشرين ديوعة مني طب بركي صار في انا علي زروف بالجيم ما قدرت وفات فيها. هيدا اللعيب آآ اكيد يعني حقه بعدين يقول المدرب كذب علي المدرب آآ محترم كلمته وانا ما بتلعب بصير بقى المشاكل تبلش شوي 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 بطلع من الجاو ببطل بصير واحد يدرب التاني كمان مية بالمية سوء بصير في تنشن بالفريق بصير في قصص صدافة من شاناك انا اتعلمت اني ما اعطي وعود وبعتقد هيدا هو السر هيدا هو السر واصلا شفناها السينة مع كريم زينون هو اكبر اكزامبل ازا منشوف كيف اول ما جيت انت على الرياضة يمكن بنصف السنة كانت ادي لبلايينج تام كانت تبع كريم زينون وفي كتير محلات حتى بوطول دبي ما كان عبيبليش يمكن ما كان عبيلعب انجع لعب بعدين ازا بتشوف بالاخر سيزن يمكن احسن سيزن عملها كريم زينون باخر كم شهر اخر شهرين ومستقربة اليوم لانو سمعنا ان نرجع مضى معنا للرياضة وهذا تضعه لابدات قواعد عن البنش عن الويتي شهرين اي شيئ جيد فانا معك بهاد الموضوع كوت شجاجه شوية لووراءي انتل عتساطاش ووقفت لانو انصبت ادريك كانت صعبة بالنسبة لقالك باري بتذكر مثلا ان حنتاس وغلب رضو تقول العيب الي كانوا معك مش من زمان حد الحاد كمان على عقروب على فيس بوك شهرين لقالك انت كنت دي التسعة سينة دي كانت بطولة لبنان عم نلعب ضد الكهرباء كنا اوكي تحت بالمنارة لا بيفؤدش هيب ملعب مقايد وان جيم كاني اوكي كنا اوكي هدي ما بنساك الحياتي عالهاف تايم رجعوا للكهرباء نزل جورج عقيقي حط 5-3 بوينت اوكي كوتشنا ضلموا صرع الزون فاتعادلنا وربحونا بالوفر تايم اوكي ونحنا كان فريقنا كتير اوي كتير اوي فهيدي بيجست ميبي دي سبوينت من كانت بحياتنا نحنا كصغار نحنا عم نطلع اه فمن بعد ما كان ما بعرف سبحان الله هيك يعني كان هدف انه انا ضلني لعلعب بالرياضة بس لما حسيت حالي ما اني قادر اطلع على الفريق الاول بالرياضة اي دي سايدت تكويت ابسك ناينتين كانت قادر العب كان فيني روح على كذا نادي حكيوا معي وقت الصداقة كانوا بعضهم طالعين حكي معي كذا فريق شباب لغبيري وقته انه كذا واهلي انه ما تبايعي دي كتير وهيكي بتعرف من زمان كانت المواصلات كتير صعبة ما كان معنا سيارة مثل هلا احنا تلاقي عمره 16 عم بزوقنا يمكن اول سيارة جبتا انا لما بلشت اشتغل على 25 و 26 فكانت صعبة شوي وانا كمان كنت كتير عنيد انه يا رياضي يا ما بتلعب خلاص بدأ فات بسلنا لعب فور فان ستريت بول روح نلعب ستريت بول ما ستريت بول هيكي وفتت على التدريب لقيت حالي هناك اكتر حبيتها من الاول يعني انت اول ما بلشت تمرن الاكاديميس حسات انه هادي هي الكرير بتكتخذها وشوي شوي بلشي كبر عندي طموح كيف كنت وقت افكر انه انا بدي صير لعيب بالفريق الاول صار عندي طموح حلم يعني هيدا انا انه انا بدي صير مدرب الرياضي الدرجة الاولى وهيدا كان حلم رسمته قدامي ودايما كان هاجس يصير براسي وصار معي موقف طريفة ده ما حدا بيعرف فيه بسنة الالفان وخمسطعش كانت منتخب لبنان اوكي مين كان الكوتش؟ ماتتش تتذكر الفترة تايت ماتتش مع جي انغلت لما رأس بي انغلت كان في كوتش ماروان خليل وانا كانت معهم وقته كانت اول فرصة لقلي بالمنتخب انه حسيت شي كتير مهم انه حكيوا معي للمنتخب فمترددت انا كنت اسيستن بالرياضي بوقتها وربحانين بطولي كنا عبي بلوس اربعة واحد بهذا الموسم فرحت على المنتخب رحنا عغرب اسيا وكذا كنت مبسوط كتير وكذا بعدين رجعنا من غرب اسيا قرر الاتحاد لسبب ما انه بدو يخفف البجت عدد استافي كتير كبير وكيف عرفت هادي لوسة ما حدا بيحكي فيها بس انا هادي بوقتها عن جد زعلت كتير وحسيت هيكي انه كان لانه بعد فترة في بطولة اسيا بيتصل فيني جون عبد النور بقال لي كوت شوينك قلت له انا بالبيت انه بعد نواعي قلي نحنا كلنا بالسفارة عم نقدم للفيزا على سربيا يا عيب الشون قلت له قلت له ايه بيكون انا دوري غير نهار كل براقة قلي له اي دورة كل نهار كل اللعيب يعاني وكل اللداربين قلت له والله ما حدا قللي يا جون ما بعرف يا عيب الشون صلت التليفون انا ما بعرف لي هلا خطر على بالي الموضوع صراعا ان شاء الله ما حدا ياخدها شخصية بس عادي قديمي على ايام هذا الاتحاد القديم مية بمية الاتحاد القديم من بعد انا صرت من اعز الاصحاب مع معالي الوزير السياحة الاستاذ وليد نصر ورا هادي القصة يمكن فقلت تلفنت للمدير المنتخب بوقتها جورج كيلز قلت له قللي احمد انت حبيبي وخيي بس انا ما خصني اوكي مين خصوا طيب خلونا فسروا لنا بتكون هنا ولا لا بالليل في تمرين نجح التمرين ولا من نجح التمرين سو بلغوني انه ما في بادي جيت وكذا بس كوتش مره انت معنا على اسيا قلت له معكم يعني بتروحوا كامب شهر بتتمرنوا وبعد انا بتنزلوني بالبراشوت لروحها اسيا قلت له نو تنكيو انا ما بسمح لحالي اعملك سو صار في لغة بالموضوع والرياضي زعله وكذا وهي دا عمل اجتماع وقتها رئيس الاتحاد ومهرجنة المنتخبات والجهاز الفني سو حوصلك للي بدي اقوله عم بيحكوا يحكوا 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 قلت له طب انا اسمعت كل شيء وفينا يحكي كلمة جايبيني من بيتي كان بطرابلوس وقتها نزلت من طرابلوس عجلت دي بكذا قلت له بس خلوني يقول كلمة قلت لهم هيدا الشي اللي عملتوه معي مش رح يكون نقطة صودة بس انا بأكد لكم النسون لحكون مدرب فريق الرياضي ان شاء الله ما تندموا على قراركم ما بعف كبايتها هيك انا من حرية قلب ويدا والله بعد بسنة منقص صرت مدرب الرياضي باول سنة ربعت البطولة حسات حالي ما بعرف بوقتها لما حكيتها حكيتها بزعل وبغضب وهيك بس كمان الله بسهل الامور واجيت للقصة فهيدا بارت انه انا كنت عم بحلم بس انه مش بس سرعة اعرفت علي كيف انه اه فكان عمري بوقتها 34 ونص خمسة وثلاثين وقتها استلمت الفريق بوقتها استقال كوتش بيكسي وسلموني الفريق وكنت كتير خايف وملبك بس جيم بعد جيم صرت شوي السقة والكونفدنس يعلى وصاحبت القصة فهدي هي بارت صغير فكنت دايما حاطت براس انه انا لازم صير المدرب بالرياضي يعني بتتذكر انت اي جيم شيلولة بيكسي بقى بيكسي استقال هي بس بتتذكر اي بعد اي جيم الويزي انتو ربحتونا حق عليكم ديكم مرة عم فكر انا من بعد جيم الويزي شيلو بيكسي من بعد جيمنا نحنا والرياضي يمكن جيلو جورجاج اذا مش غلطان كمان او لا لا مش بعدها بعد جيم بيروت من بعد جيم بيروت كمانا بس كان لعب معكم بعدين لعب مع بيروت مزبوط اي بيكسي استقال الصبح تاني يوم بعد ما خسرنا من الويزي بالسنترال بتذكر وقتها كانت جيم كتير ونحنا كنا خسرانين شانفيل يعني بالافتتاح البطولي خسرنا كمان شانفيل ايه بس كانوا مناح كانوا مناح بوقتها بس قبل بموسم خلصين تاسع من احنا هتاني هون برا مية بالمية ايه فكانت مفاجأة انه انت جاي ربحان بطولة لبنان وبلش بخسارتان وخسرنا بوقتها هادي بطولة حريري كمان من النجم السيحلي وربحها الهومنتمن بالمنارة ايه اوكي كمان هين كمان وطلعنا فينال بطولة اسيا خسرنا الفنال من فريق الصيني فريق عشرين وصاروا تراكمات خلص تراكمات فقرر انه هو يستقيل كرميل انه حاسس انه الجو بطل داعم لقله وليك مش غلط اوقات كتير بالكوتشين يعني منشوف مثلا بالفوتبول اوقات انه جوزي مورينيو قديش كوتش بعرفك انت يونايتد فان ادي جوزي مورينيو كوتش كتير مهم ما بيجري يضاين اكتر من ثلاث سنين مسلا بينادي يعني بيحس انه خلص عطا كل شي صحيح وليس غلط كمان مية بالمية وهيدي انت على فكرة كمدرب بتحسها انا حسيتها مسلا اول ثلاث سنين لقالي بالرياضي لسنت الكورونا يعني احنا كنا مبلشين الموسم بصعوبات يعني كنا ربحنين خمس بطولات بموسم بلشنا بالالفان وتسعتاش وصلنا فينال اسيا مع اليابان خسرنا جينا ربحنا الحريري بصعوبة وقتها الهوبس وصلوا فينال بهذه السنة من بعدها بلشنا الدورة خسرنا مرتين خسرنا حكمة متحد ومتحد خسرنا وقف الدورة فانا كنت حاسس بهذه الفترة انه ما قادر بقع اعطيكم شي انه حاس حالي انه هادي بعد ثلاث سنين فهذا الشي اه بيمرق بمحل المال مدرب فيه وبحس انه هو بده تغير بده لازم يغير بس كوتش سؤالي لك لانه اوقاتش بشوفه مسلا مع باب جورديولا وتتقول اي فيل امتي وبده تغيير معقولي كمان كاية المشكلة من الريكروتمن طب اقولك انه كان بدك نيو بلود يعني منشوف مسلا مع ليفربول مع كلاب يلي هو مدرب رائع انه بتشوفه هالسنة فشل فشل على كل الاصعي ده وخاصة بالليج بالبريمير ليج دايما كانت حشته وانا بوافق الرأي انه مش هابيدي ليجيب لعيبة اللي بده يرم ليو بلود تيكونوا موتيفاتد برأيك انت هاي دي سنت الكورونا يمكن هدا كان موضوع لازم ينشغل عليه اكتر اي انا صراحة كنت فرستريتد لانه ما قدرت جيب اللعيبة اللي بدي اياهم لانه بنظر الادارة بوقتها انه نحنا ربحنا كل شي سو لازم نجدد لنفس اللعيبة بوقتها اللعيبة اللي كانوا معنا براونجلي ودومينيك جونسون طلبوا مبالغ كتير كبيرة كرمال يضلوا لانه ربحوا بطولي وكذا سوال ادارة قالت لا ما فينا فبوقتها احنا مضينا اللي كان مع الهوبسترس نورمان نيلسون وارن ويلي وارن مضينا ويلي وارن ومضينا معه حدا تاني بيك جاي بهاي دي السنة مين كان معنا بيك جاي ما كان بدي كل هيدا اكتر مرة امبسطت فيها بتركيبة الفريق وما دربته للفريق هي بتوينتي توينتي 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 بالرياضي ركبته كله متل ما بدي وقتها جبنا علي منصور وكريم زينون ومارك خوري وهايك وامير وجامع وجود وكمان كانت مجموعة بتاخد العقل فما كان فيه لنصيب دربهم واتفلت على الكويت لانه الدوري كتير طول اللي يبلش وكننا قاعدين بالباب صار لنا سنة وشوي وكمان فريق بيروت ركبته بالطريقة اللي كان بدي إياها كمان هادا من أحلى الفرق اللي أنا صراحة اشتغلت معهم الشباب اللي كانوا جريت كاركتر جريت أتيتود وزيروا بروبلمز سنة كاملة زيروا بروبلمز ما كان عندي أي لعيب زعلان أو منه راضيان بدوره أو عنده أي مشكلة هلا كمان كانت بدون أجانب بالأول مية بالمية سو كمان هادي بخففت شوي اللعبة مع أجنبيين هلا كليا يعني في لعيبة لبنانية هلا ما قدموا متل ما قدموا السنة اللي قبلها واللي قبلها فبتختلف أكيد يعني وجود الأجنبي غير كليا سو هادي كانت تجارب على الصعيد الشخصي بالنسبة لعيلي كتير بنيها بس أكيد أنا بوافعك الرأي أنه أنت لما تكون منك قادر تركروت الريت بيبل اللي أنت بترتاح معهم لح تعاني بتعاني أكيد بتحس هذا الشيء بأثر عليك وبأثر بتصير أنت كل شيء مثلا صار معك أي خسارة أي شيء بتيبليمت عن ديس براسك بس بدك تجرب بأي طريقة ترجع توقف على أجريك هالسنة كانت تحدي كتير كبير يعني لعيب اللبناني الموجودين كانوا بمعظمهم أنا جايبهم يعني كانت أنا عتبة بوقتها هون العالم عملت مننا ما عاجبوا هايدي التركيبة وما عاجبوا كذا أنا كان عتبة على بالأجانب بس نوضح للعالم أنت مرة طلعت بانتربيو قلت أنه أنا هالفريق مش أنا مركب أنا طلعت حكيتها هذي بوقتها بعد ما تش الأرتوديكسي وقتها حسمناها اثنين واحد بوصل كان أنا كل الأصد ومبارح أنا وضحتها قصة الأجانب يعني الأجانب الرياضي عانى من استقدام الأجانب بأول موسم ما كان في استقرار بالأجانب الفريق ما عم بقدم نيح معهم لا هن يتقبلوا اللاعيبي الموجودين ولا اللاعيبي الموجودين يتقبلون وسوأ أنا بتذكر بعدني أول يوم فيه تسلم على اللاعيبي بالملعب الرياضي ما جوق طلب اجتماع يعني بعدني أنا كنت ما استلمت الفريق وأول جيم لقل لي أنا ما وقفت عليها وإيه فوقتها جورج عي عطت أنا على المدرج شفت بالوائز وطلب مني اجتماع خير قال لي أنا ما بدي ضل أنا بدي الدور الأول راحين عا إيران قال لي أنا متفق معهم بس لإيران رحنا عا إيران رجعنا أخسرنا بإيران قال لي أنا مني رايح على دباي قال لي ما دباي بعد بكرة اللي عم تعمل لعب دباي بعدين خلينا أوكي راح معي عا دباي لعب منيح بدباي تسيمس كرمالي أرجي حاله وبعد وبعد دباي إجا اللي أنا ما بدي لعب ما تشد دينامو يا ماجوك ما أنت موجود موجود قال لي أنا خلاص صرت بره فجبرني يلعب لعب وطلق خمسة فال بعشر ضايق ف شو في عالم أساس ما بتعرفها هذي هامل لك يوم بالتفصيل يعني أنا كان عندي كل يوم اجتماع مع ماجوك كان عندي كل يوم ما كان مبسوط أنا بتفهمه أنا مش عم بيحكي عنه بطريقة إنه والله هو ما كان مرتاح قال لي أنا ما كانت مرتاح بالرياضي ما لقيت حالي مع هذول اللعيبة وحاس حالي بس بركض وهي ما كان حاسس له دور يعني عندك كولز بعدين ريكي لادو إجا كسر إيدو ريكي لادو فل ريكي لادو جينا على السريع جبنا رجعناه من الاعتزال تقريبا لدومنيك جونسون إجا معنا على دبي لعب بعد دبي إنه كمان صار عنده قصص إنه مرتي بدا توليد ومرتي وهو كان عم يمضي معنا شهر شهر بسو كمان لقدرنا جبنا كيفين ميرفي من بعده وشافه كل العالم تعرف كيف جبناه لأنه ما كان في غيره بهذا المميز كان وشاف مش معهم كان هم يلعب ضدنا وشافه كنا نلعب أربع الملعب بس أكيد أنا ما بتهرب من المسئولية أنا أنا وقتهات معه بس هذا البروفايل الوحيد اللي كان بنيتباني داي وأنا مضطر جيب سنتر أو بدي أخذ القرار لعب إسماعيل أحمد أربين دي وشز يعني شي صعابي كتير مستحيل يلعب يعني فجبنا دانيال أشاف وطلع عنده مشكلة بركبته وطلع هو كله مشاكل يعني منه رياضي كاليبر لا قدرنا رجع نعمل تيونينج على على البوزيشن فايف وجبنا ديوب بريث فكانت وانطلقنا يعني كنا قريب نحنا عم نجرب لكل عيب رجع علي منصور كسر إصبعه وشهر ونص غاب فكان في صعوبات كتير يعني وأنا كمان بنفس الوقت كنت عندي خوف وتردد أنه أرجع على الرياضة فمن شان هي كني كانوا بهذا الوقت كمان عم بيتواصلوا مع كوتش نيناد تواصلوا مع كوتش نيناد لما أنا قالت لهم أنه صعب وهني جربوا يحكوا مع الجهرة والجهرة رفض أول فترة أنه يعطيني الاستغناء بعدين رجع صار مشاكل بالانتخابات الإدارية بالجهرة الإدارة اللي وقعت معي مع وائل سقطت إدارة جديدة تغير كتير قصص بهذه الفترة بس كمان كان عندي كتير هواجز من هيدا الموضوع بالرغم من أنه أنا العيبي بعرفون وبيعرفوني فكان تحدي كتير كبير منه سهل رأنا بصعوبات ومرأنا بمطبات كتير كبيرة وهجوم غير مسبوك بعتاد ما بعتاد فيها مدربة هاجم بالطريقة اللي أنا هاجمت فيها بس رجعنا سكرنا وركزنا على شغلنا ومشينا شوي شوي ستاب باي ستاب جيم باي جيم جيم باي جيم وكانت صعب كتير تلعب وصل بطولة لبنان وهذا الدور الثاني اللي كان بالبطول اللي كنت إيدك على قلبك ما حدا يتعور لأنه كنا هنلعب مية بالمية كنا هنلعب بلا هدف فكمان كل هيدا الشيء بعيشك بخوف مستمر إنه أنت يصير معك شيء يتعور شيء لعيب ما تشمق له عازي في نفس الوقت هنلعب سومي فاين الوصل بعدين فاين بعدين تجي تلعب ضد الحكمة اللي اللي أنا بوقتها بمرة سابقة جيت زيارة على لبنان فكماش صحافي وعمل معي مقابلة ولد فيها للمقابلة أنا إنه الحكم المرشح حظا ليربح البطولة صار هجوم علي مخيف من جمهور الرياضة إنه انت تكره أنا وحاعد له يا خي أنا بحكيك أعرض الملعب الحكمة كان عم يلعب بطريقة ستيبل وهنغري وجمهور وكل اللصص كانت جوين درايت وي يعني ف يعني كانت صعب الديسجن إنه كنت أرجع بس بنفس الوقت كمان عائلتي ومعائلتي وهيك بس كنت مردد كنت مردد لأنه أنا ما كنت حابب إجي عالرياضة بنص موسم عرفت علي كيف وكنت أنا شايف وعم تابع ومحضر المتشات إنه في مشكلة بالأجانب والشباب كانوا يعني منن كيف أدي إليك ماشيين بنفس الطريق يعني كان كل وحد عم بيغرب عم بيغرد على هو وكان عندهم مشاكل يعني ما في شيء بيخفع بالموضوع يعني أنا كنت ابن النادي الرياضي صحيح أنا بعيد بس أنا يعني بالأجوة بظلني أعرف يعني من هون من هون شو عم بصير كان في كان في مشاكل كتير يعني بس مش أنا مخول لإحكي عمنا لأنه هذه الفترة أنا ما أنا كنت موجود الرياضي إدارة الرياضي موجودة فخفت أنا إنه أجي أنا أكمل يعني ظل هذه المشاكل الموجودة وما أقدر وما أقدر حلة وما أقدر وافق بين الشباب فمن شان عاكلت لهم بأول مقابلة لألهم منا كبسة زر وأنا ماني ساحر أنا جاي جرب قدمة فيني بس واخدت معنا شهران يعني من بعد بطولة دباي سكرنا فكرنا أن الأمور ممتازة ورايحة قدمنا وقتا مستوى جيد دباي كنا نلعب كتير منيح بعد دباي صار في متل تراخي ونزلنا من نزل كبيري يعني وخسرنا من بيروت أرضنا خسرنا منكم من الحكمة خسرنا من دينامو وبرات أرضنا وخسرنا من الأرثودوكسي بالأردن فكان الأمور مننا سهلة أبدا يعني لحد ما متل ما علتلك الأجانب صار التعديل وانطلقنا يعني هم بتعلق هلأ هيك هم فكر أنت ولا مرة ركبت فريق بالرياضة مظبوط إليه 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 هو زيت ومن بعد ما قدر تغير شي بالسنة اللي عم تحكي عننا طبع كورونا فلاير إليه إليه رجعت رجعت بيروت إليه بس هالسنة عم ترجع بنص السنة صح فيمكن إنت هيدا أول عندك بس عندك وقل وأمير وهلأ صار كريم زين هلأ هلأ شي بتشكلة الرياضة لأن الكور كان موجود جانس معي الأمير واقل عرفت كيف كنا نعمل تقديلات نحنا على باك أب باك أب باك أب كرمال يكمله عدد هدا المضايات الوحيدة اللي كنت عملها بالرياضة فهلأ يمكن عنا نقدر نركب الفريق ينخليه مثل ما هو ينعدل ينشوف بس مثل ما شايف الماركت أنا رايحة يعني إذا ما نقدر نحافظ على لعيبتنا بتكون ممتازة أنا برأي أول شي لو صار في فرق أكتر حمتمض صح وتاني شي مع ثلاث أجان يمكن كمان اللعيب يتفرقوا أكتر مية بالمية بعد ذلك أنا حيصير في لعيب حيتوزعوا أكتر مية بالمية لن نشوف يعني هلأ بيبين كله بهاليومين ثلاثة بس جاي هايدي الفترة لبطولة كتير كبيرة ونفس الوقت لعيبتك قادين عم تفاوضوا مع عندي ويتشز فينا هدا حقهم الشرع بس نحنا بالرياضي كونترايتهم بعد ما خلصت يعني كونترايتهم تخلص تخلص وصل من الأساس نحنا ماضين معهم هايك فجربنا نحنا نريحهم ننضيهم قبل ما يروح هو وصل كرميل كل تركيزهم يكون بس تلأسف يعني بعد منجحنا مية بالمية خلصنا كريم عم نجرب منو شي مخفي يعني عم نجرب هايك وعلي منصور يعني عم تاخد وقت منه وما بتعرف أصلا بعد الليست اي لأنه يعني انت بوكل اذا في جاءوك بلعيب زيادة بالليست اي عنكن مسلا شو بتعمله هايدي ما بتعرف بها الوطولة ما بتعرف بدك ترجع تحرر بدك تحرر حلال تاني بدك تخط شي بالكونترا انه اذا طلع بدك تحرره سو بدك تنطر فهدي فترة يعني كتير فيها فرستريشن صراحة وخصوصا نحن علا يوم نرجع التمرين كرميل نحضر لوصل كوتش قبل شوية كتنا بتقول شغلي انه تعرضت لهجوم ولا مرة صغير قابل وانا بوافق الرأي ليش بقول لك هل قد كان هجوم قاسي على احمد فران يعني الهجوم اللي من بارت جمهور النادر الرياضي جمهور النادر الرياضي بفهمه جمهور داي هارد بدهم نتايج بدهم ربح بدهم انتصارات بدهم شو اسمه سوأنا ما اني ابدا اللي حكون حرد عليهم او يكون هيدا الموضوع عامل لي مشكلة هو بس انا في فئات جديدة صارت عم تهجمني اللي هي جماهير عندي تاني يعني الناس انا ما بعرفهم ولا بحياتي سامع فيهم ولا شو اسمه يلولي عم بيهاجموك هدا بس هو هدا منهم عن الرياضي كذا اوكي انا ما كنت اتأثر لي كان يتأثر محيطي يعني عائلتي اهلي اخواتي مرت اهلا لمرتي هدول المحيط ورفقاتي اللي مقربين كتير كان هن يتأثروا اكتر مني بالموضوع يلولي انه ما بصير ان انت تكون على قد منك متأثر وهذا انا اذا بدي اتأثر بطل فيني اشتغل بعض بالبيت احسن لي سو تركيزي على الفريق وان شاء الله بنرجع من الرد على ارض الملعب كان كل هدفي انه نحن الرد على ارض الملعب بس ايه برجع بالك انا تعرضت على هجوم من قلب النادي في ناس حركوا من قلب النادي في ناس طالبوا اه باقالتي من قلب النادي في ناس اه واتسو كولد اه يعني ما يعني انه هن كانوا مع بقاء المدرب جورج جعجع محلو كمان هن كانوا ما يوفروا اي فرصة كرمال يهاجموني كانوا ينطروا لاخصر كرمال يهاجموا اه فهدا الشي اللي بعتقد كبر الحملة علي بس برجع بقولك انا ممكن قلناها تحت الهواء انا متصالح مع حالي كتير و وصلت لقناعة بالحياة انه رأي العالم فيني هو اذا شأن خاص فيهم ما بيعنيني لالي اه انا ما عندي مشكلة بالانتقاد عندي مشكلة بال لما الواحد يشخصن الامور لما ياخد الامور بيرسنل معي يصير فيه اه تهجم وفيه تعدي بالمثبات وتطاول هيدا أنا اللي عندي مشكلة معه بس انه انا عندي مشكلة مع واحد بيفهم باسكت عم بيكتب بوست او انتقاد هيدا ما فيك اللي تحترمه انت وتجرب قد ما فيك انه انت تأثبت للعالم انه انت غلطان انت ظلامطني انت كذا فكان كل هدفي انه حافظ على هدوء بهذه الفترة و بنفس الوقت اللي سهل هيدا الامر علي هو وقوف ادارة الناد الرياضي حدي صراحة يعني لو لا دعمهم ووقوفهم جنبي من الرئيس مازن طبارة لاعضاء الهيئة الادارية ما بدي سميها سامي كرمال ما انسى حدا ووقوفهم جنبي ودعمهم لاله حسسني بالامان انه لا انت محلك محمي ركز على شغلك بس وامول شغلك وهذا الشي كان بمثابة الدرع يعني بالنسبة لاله والحمد لله النتيج هي حكت عن حاله يعني وحتى انا بتذكر يعني ببطول الفين وتسعة عشر بحنا خمس بطولات خمس بطولات ورا بعض دي موسم كان ناجح كتير باول الفين وعشرين الفين ووحدة وعشرين يعني قبل الفين ساتعش الفين وعشرين سوري قبل الكورونا تعرضنا لهزيمتان وكان فريق شوي مضعضع يعني ما كان منيح الجمهور تهجم علينا على اللوكر نسبعينا بالشخصية وقتها فكان الجمهور قاسع علينا ببعض المحلات نحنا اخرت النهار عم نعمل شغلنا مقامنين بهيدا الشي بروفاشنل اكيد ما فيه مدرب بفوته وهدفه انه ما يعطي كل شي عنده كرمال يربح وكل مدرب بعتقد من المدربين اللبناني اللي موجودين حاليا عم بيعمل فوق طقاته لانه انت بتعرف المدرب اللبنان تركيزه مش بس بيكون على الفنيات بده يعمل ادارة بده يعمل كذا بده يتدخل بكتير قصص والادارة بتفوته بكتير قصص بتشركه فيها فاوقات كمان هذا الشي يحسب للمدرب اللبنان انه بيقدر يعمل هذا من عمل ادارة لعمل فني لمنتل كوتش اوقات اوقات تكون عندك بدك تدارك اللعيب بدوره فمنه شي سهل في جيل من المدربين عم بيشتغل عنده نولدج كتير منيحة عنده مستقبل كتير منيح وكمان يعني الايام جاي كرمال كل يحقق نجاحات لانه ما في حدا نشتغل وحط انرجي وحط تعب وحط صهر بمحل الا ما يرجع هيدا الشي كافي يعني يكون عنده برايز بعدين ف بارت من الجيم هيدا بدك تتعامل معه برجع بلك مشكلتي مع الناس اللي بشخصنا الامور اللي بيتعدوا عليك بالشخصة اما الناس اللي بتنتقد وبتهاجم بطريقة مهزبة احنا عبدا ما عندي مشكلة معه وهيدا يمكن بيكون شوية فيول كرمال انت تعطي كل شي عندك لا انا حضلني كل حياتي بالنادر رياضي ولا حضلني عم بربح كل حياتي اخرت النهار في ربح وخسارة وهيدا بارت من الباسكتبول ومن اي لعبة انت بتربح اليوم بتخسر بكرة مش حتضل لك انتخسر عطول مش حتضل لك انتربح عطول بدك تكون زكية كيف تتعامل مع هذه الظروف اللي باعتبرها انا غيمة سوداء وبتقطع بس كوش تزعل شي كمان او بيزا شرك الموضوع كيف دايما لما يربح النادي ما بتاخد كردت ولما يخسر دايما اللوم عليك كان انا اوقات بشوفها وحتى لو انا مني مني اكيد انا شخص برايفر لقلق لما كنت مع نادي الحكمة بس كنت اتطلع هيك انه في قصص اوات بتنحكها مش مصب يعني وتيربح الفري تبعت هيك ردت لهالزنم يعني عم نشوف مثلا اوات عالم هلأ وخاصة اخر فترة عم بتقول انه حتى لو بلا كوتش كانوا ربحوا الرياضة والقصص كلها بيزا شك هذا الموضوع انه انت يمكن تاني اكتر مدرب محقق القاب مع نادي الرياضة اه اوقات عم تربح هالسنة ربحان بطولة لبنان بطولة دبي وغرب اسيا بوصل وهلأ رايحة واسية انت هلأ هلأ ثلاثة من ثلاثة طيب شو المطلوب شو المطلوب للعالم تاعتك ردت لهالزنم اول شي اللي بيحكي بهذه الطريقة انت ابن اللعبة انت كنت لعيب وكوتش واشتغلت مع كذا مدرب وبرامت وبتعرف يعني انت معجون فيها متل ما بيقولوا فانت بتعرف لما يجي حدا يحكي بهذه الطريقة هو اكيد اكيد اي حدا بيكون هو عنده زيرو نوليج بهذه الرياضة ومبين انه هو بعيد كل البعد عن انه يكون فهمان باللعبة بس عنا ثقافي هون بلبنان نحنا انه الربح للعيب والاخسارة للمدرب يعني المدرب منه شريك بالربح بلبنان للأسف مع انه باي رياضة انت يعني حتى اللعبة الفردية فيها مدرب اللعبة الفردية فيها مدرب يعني فاللعبة الجماعية انت اذا بدك تخلي اللعيب يلعبوا لوحدهم ما بعتقد هيدا شي خصوا او له علاقة بالباسكتبول فيه قائد للسفينة فيه حدا نعم بحط في حدا عم بيحط خطة واللعيب المنيح عم بيطبق انت بفريق متل الرياضة مطالب دايما بالربح او بفريق متل الجماهير متل الحكمة متل فرق الجماهيرية لما يركبوا فرقة هيدول مطالبين يربحوا فانت لما بدك تركب فريق بدك تركب عندك لتربح انت فهيدا الموضوع اول شي سخيف ما بيستهل الواحد يرد عليه لانه اللي حكيه اكيد مبين انه هو ما انه اي حدا حكيه هيدا الموضوع او بفكر بهذه الطريقة هو بقيت كل البعض عندنا الرياضة مدرب هو الاساس هو حجر الاساس بالفريق هو اللي بقله للعيب اه شو يعمل شو وان الخطة ما فيه يعني اذا هاكي لك يعني جوارديولا يقعد ببيته نصبوط طب ما السيتي هن مقامنين لهو احد عشر لعيب على الملعب وحد عشر برا احسن منهم كمان فيهم يلعبوا لوحدهم وانتبه شخل تاني بس شخل تاني لانه حكيت عن انا معبرم حالي بكوارديولا لا لا عرفت كرميل ما الحالة انتبه بس يمكن البات اللي بتاخدوه انت ويال انو حالا كمانا بالكيو ان اي سألني سؤال انو ليش ما بياخد فرق ما هو كمانا اقوطه للمانجر او اقوطه للكوتش يعرف اي فريق روح علي انا ازا فيه روح على فريق متل الرياضة فير بحكي للبطولات بروح على فريق عبنافس من تحت انو ما كمانا ما مش منطق اهوقات العنا بجي بتفكر انت شو هدفك ما تعمل نتايج بالرياضة وتاخد طيب انا عندي قناعة انو انا يا بدرب فريق بنافس على بطولة او ما بدرب يا ما بدرب باعه بالبات اشرف لي انا ما عندي شيء اسبت له حدا انو انا استلم فريق ضعيف وجرب قاتل فيه لفوت على الفان الفور يعني انا هلا بنظرك ندرب منيح في كتير مدربين استلموا فريق فرق ببطجت كتير كبير والنجوم ما عملوا شيء باللبنان ما عملوا شيء ما ربحوا بالقليل انا سلمتني فريق ببطجت كبير وبلعيب كتير منه انا اعطيتك انت شو تعلب مني اللي انت رسمتلي يون كعيدارة نادي انا شبتلك يون انا حققتلك يون انا برجع بلك وبرجع بعيد اذا ما بدرب فريق بنافس على بطولة لبنان انا ما بدرب بوعب بالبات مني مضطر بنتر لتجي بطلع برات لبنان باخد بريك سنة ما عندي مشكل ابدا عندي الـ وعندي الادرة اني درب فريق كبير دير فريق كبير واربح معهم ليه انا بديروه على الفريق الصغير على اللو بجت يعني انا كمان رسمت شيء لحالي ما فيني اتراجع عنه انا حطيت لحالي كريتيريا معيني انا ما فيني اخد اقل منه يعني بنفس الوقت انا وقت بيروت حكيوني بيروت اول اجتماع كان مع استاذ جوزاف عبد المسيح بمكتبه اول كلمة قال لي اياها اللي زهات اطلع تاني بدي اطلع اول هيك مفروض هادي اول كلمة قلت له كتير منيح جيت انا جيت عند الشخص الصح انا قلت له انا جيت لعندك لانا هدا اللي بدي اياه وقل لا انا بضلني بالكوات برجع على الكوات تاني قل لي كوتش بدنا نربح احنا زهنا هنطلع تانيين بدنا نربح شو لازم نعمل حطينا بلان اي بلان بي بلان سي حطينا هادي لست هادي لست شو فينا نجيب شو ما فينا نجيب بلشنا نركب الفريق وركب معنا انا كان عندهم اني يركبوا فريق بطولة ركب معنا الفريق ربحنا في كل شي فهيدا هون اكيد هيدا اللي قال لي انتخيل انت واحد بيستدعيك بيقول لك انا بدي ربح بطولة اكيد انا اه هيدا المشروع انا يعني بقاتل لكون بارت منه ليه انا بدي روه على مشروع طموحه فاينل ايت او طموحه جربي يفوت فاينل فور لا خي انا فينا انا عندي قدرات وانت عندك قدرات روح بعيد خلينا نحط يدنا بيه بعض ونشتغل هيدا هي الرياضة هيدا السبورتس يعني عرفت عليي كيف يعني متل كانه انت عم تقول لك وارديولا انت منك مدرب منيح دايما نعطي المثل لانهو تقريبا من الايكنز بعالم التدريب بالرياضة قل له اخي جرب نزال ع فرانكفورد روح على فقه روح على السعودية اه عرفتاني اعرفتاني نحنا عم نعطي مثل بس نحنا بعض سنين ضوية عنهم لهيدول العالم اللي عم نحكي عنهم بس نحنا عنا انا ادرب فريق كبير بيقدر يربح ليه بدي يروح على اقل من هيك ليه بدي انا جرب روح لا اسبط للعالم انه انا مدرب منيح اه دربت فريق صغير وعملت معهم هتيجي وربحت لي كم جيم بالرجل وتبقى ازا بتسأل حيالا مدرب من هيدول الصغار يلي عم يربحوا هيدول جيمات او عم بيفوت عالفانل فور بيقولوك انه بيتمنوا ياخدوا الكارير طب قولك مية بالمية ايه او يقول لك انا اكون اسستنت بفريق الرياضي او اسستنت بالحكمة او انا اكون ان شاء الله محله لا لا احمد ولا لجو ولا لجاد عم يدربوا فرق اه عم تنافس نحنا هدفنا نصير ناخد محلاتهم هيدا هو الطموح هيدا هو هيدا هو الشغل انت بتطمح للافضل فهيدا الشيء انا مرتاح ما هو كتير ومتصالح ما هو كتير ايه ما حد ادرب الا الفريق اللي بينافس على البطولة كل كاريرتي ان شاء الله واقل من هيك يبعد بالبيت متبع عبتاكي هلأ بشوية انو انت الغريب كمان انا قات كتير كان فيه فرق ان عملت معه مصاري كتير وفرق كبيرة متى ايام الشانفيل حتى السنين تبع وانت مسلا في السنة ياللي خسرت فيها كنت بدون واقل وكريس دانيا حتى مع اصابات كنت هونيكة فانا برأيي يمكن اوات انت متل اوات دايما بحكي انا هيك عن شغلة عن حالي انو اوات انا صار عملة اثنين وثلاثين سنة بعدني سنجل هلأ لما بصير مثلا بدي ونحن بحكي مع بنت بصير كون مثلا هي تسعة فاسة خمسة على عشرة في شغلة يمكن غلط فيها بصير نبش عليها صح يمكن هدول انسيكوريتي فيمكن العالم زياد الشي بيعملوا معك انو بصيروا ينسوا كل شي منيح نعمل عقلة شغلة غلط حتى اذا بتربح بس ما بتربح مثلا فرق عشرين ايه هده فرق زي مربحه عشرين وتخيل هيدا هي الشغلة انا هلأ حتى عمفكر اذا بتفكر اذا بتاخد وبتفكر بالكوتشية كان ينحكى دايما عن الكوتشية الاقديم يلي هنه فوق دابو شقر وغصان ساركيس وعن الكوتشية يلي طالعين جديد يلي هن جو غطاس وجعد الحاج وغيرهم اكيدة طب احمد فران بين هدولي وين لانه احمد فران كان من قبل وبعده مكمل لها وهو عشر اثنين وكأتشيف منس اكتر واحد بيناتهم ليش هده الزنمي مش عم دافع عن احمد فران بس ليش هده الزنمي ما عم بياخد كردت ما عم بيقول له نحن عطيه كردت على الفاضل لانه وصل فاينال فور لانه وصل بس هده الزنمي عم بيربح كله شي طب شو بعد شو بعد ناقص لهده الزنمي انه زراح مسلا على هوبس او على وربع بعده الفرق سيعتها تتقولوا هده كوتش منيح طب ليش كورديولا ما نقول زال الشي عنه ليش ممنون كورديولا او ميسي ميسي مسلا لاعب ببرشلونا ببس جي ليش ما منقول انه لا لازم يلعب بستوك او لازم يلعب بفريق ضعيف تاي بارين حاله يعني مثلا انت كأنك عم تقول علي حيدر ووائل وسيرجو درويش وامير انه نزالوا لعبوا او مع الفرق اللي طموحها بس فاينل ايت وارجونا شو فيكن تعملوا اذا فيكن تحملوهم وتاخدوهم يروحوا بطول شون سو ما في منطق بالموضوع انا بأعتقدت في في ظلم بهذا الموضوع بحقي اه فا اه باستغربوا صراحة وما على حد هلا من فهمين ليش انا كنت كل الفترة عم نلعب في الفور كنا كنت معي رانا ومعي جورج عم نحضره نفسيا اني يعني كانوا هذي تقريبا بندعكوا اول مرة اكتر يعني جورج اوكي عنده تجارب كان مع الحكمة ومع كذا مع الرياضة فول سيزن كان وكذا وشو اسمه كنت عم نحضره نفسيا شباب نحن هلأ إن شاء الله زربحنا أول شغلي هيطلعوا يقولوا أنه نحن الفريق أقل شي يربح الفريق لازم يلعب لوحده وحيط الله قبل ما ينحكيها الحكي كنت عم حضرهم عمل لهم الإكسكيوز موجود نحن ما هيكون لنا فضل بشي سوما تتأثروا أنتوا عملتوا جيد جوب عملتوا شغلي كتير منيح ساعتتوني كتير كنا تيم إيد وحدة وعملنا النتيجة خلينا نحن نبسط على الصعيد الشخصي ونسد يناينا وما نسمع هايدي التحليلات الخارقة يعني فكنت دايما نحضره النفسيا ومتل ما أنا كنت عم فكير صار يعني طلع كم واحد ما بيخلال أمر يعني حكيوا بهذا الموضوع بهذا المنطق أنه بيلعبوا لوحدهم اللعيبي بيربحوا لوحدهم وحتى كمان تعليقا على اللي صدر من ما بعرف نسيت اسمه اللي معدينا فواز فواز صدر منه كان حابب هو يمدح كوت جاد الحج بس هو بطريقة عم يمدحه وبنفس الوقت عم بيدره يعني كان أنه عم بيدره أنه أي ما هيدول اللعيبي قبل جاد الحج ما كانوا شي صح؟ أنا هيك سمعت مقطع أنا محضرت المقابلة أنا سمعت المقطع طيب أنا بسنة لالفين وسبعة عشر لما وائل كان عم بيربح بطولة آسيا وعم كان طالع بين أول خمسة بالليست بآسيا وربحانين بطولة لبنان كان كوت جاد الحج بعد ما بلش بالدرجة الأولى كريم زينون عم يحتفل ببطولته الرابعة علي منصور بطولته التانية أمير سعود بطولته التامنة أنت ما فيك تشتقول هيك أنت بدك أوكي بدك تمدح كوت جاد بس أنت بنفس الوقت أنت عم تضره لكوت جاد ما فيك تقول هيك وبعتقد اللعيب يعني كمان أنه أنه نحن عم نلعب صارنا سنين بالدرجة القولة وعم ننجح وعم نربح وعم نقدم بطولات بسو ما كان موفق بهذا التصريح كوت جتا عم تحكي قبل شوي عن كوت جوجو كوتش رانا بازازو لأنه في كتير عالم لايتلي كمان عم تضوي كتير الضوء على كوت شران عم يسألوني كامير جيبة كمان لأهون خبرني شواء الإكسبرينس معهم قدي يساعدوك لأنه عم تقل لي كمان مش هيطلعكم كردتي يمكن أحمد فران وتخلص البطولة نعطاه شوية كردت أدريست هدول الجماعة مع روني مصلح مع ويسام بويري مع الفيزيكل ترينر مع كل العالم أنا شخص بشتغل على البانش وبعرف هيدول هن الجنود المجهولة مع رابطة الجمهور أنا مثلا دايما كنت تقول رابطة الجمهور بنادي الحكمة هو أساس النادي لأنه هدول العالم بدون مصاري بيطلعوا بيشتغلوا كل الوقت بس بيجوا بالباشن بس من الباشن تابعولا هيدول العالم كمان عستاف هن الجنود المجهولة المزبوطة صحيح بدي اسمع شوية منك قديش كانوا مفيدين بهالنص سيزن لأنه أصعب مش قالوا كان عندكم أف سيزن تو بريبير قدي ساعدوك هدول الجماعة توصلتوا على اللقب لك أنا دايما ما بوفر أي طريقة لما ينفتح لي مجال لأطلع احكي أو كذا وبتشكر ستاف تبعي دايما دايما بعطيهم حقهم إن كان على السوشيال ميديا ولا كان لأنه عن جد من كل قلبي بقول لك إنه هيدول هن الجنود المجهولين اللي بيسهروا على راحة الكل من أنا لأصغر لعيب بالفريق إن كان ستارتنج مع توني أبو عتمي روني مصلح دكتور ويسامو بويري كمان اللي كان إكسبشن لهيدا السيزن معنا وصولاً لجورج ولرنة اللي هالسنة كانوا عم بيشتغلوا بحماس منقطع النظير كانوا تقريباً يعني مبسوطين كتير بالبوزيشن اللي هن فيه ورنة أنا كانت تلميستي بالهارلم يعني كانت لعب عندي في فريق البنات بالهارلم فبعرفة من هي وصغيرة ورجعت إجيت وفاتت بالكوتشينج وبالهارلم وراحت أوبس ورجعت إجيت رياضي كمان دربت وراحت ع كندا والبنت يعني ما تتخيل أدي عندها باشن للعبة ما تتخيل يعني حتى راحت درسة ميجر سنة ونص بيونيورسيتي أوف لايبزيك فاتحين كورس بس باسكتبول نايس درسة سنة ونص وتعرفت ونيك على ناس من كندا وكذا واخدوها راحوا وراحت على كندا اشتغلت سنة تقريبا سنة وشوي بأهمة مدرسة وجامعة وأندي وكذا بس صار عندها مشكلة بالوراء بالفيزا الفيزة العمل ما تجددت وكذا فاضطرت ترجع وضغري أخذناها على الجهاز الفني وعملت شغل كتير كبير هالسنة بالفيديو أديتينج بالتحضير ساعدناها شوي كذا بس رجعت شوي شوي طلعت جوجو كان جريت باك اوب ساعدني كتير هالسنة شخصيته حلوة محببة ورايق هو ودايما بيقدر يحكي مع العيبة بيتواصل معهم بطريقة مهزبة محترمة بيعرف حدوده وين تكنيك لي كان دايما جاهز كرمان يعطيني تيبس كذا يساعدني بهذه التفاصيل فكنا اكيب صراحة متماسك مع بعضه كلاياتنا كجهاز فني وهذا الشي بعتقد اللي ادى للنجاح وادى انه يكون في تواصلنا مع اللعيبة كان كتير سلس ما كان فيه مشاكل ما كان فيه كذا الشغل اللي انا بدي يوصله اوقات يوصلها جوجو كذا يعني صار فيه عمل كتيمورك جيد جدا فبوجه لهم تحية وهني دايما هيدول الناس اللي ما بياخدوك ردد كتير فيعطينيهم الف عافية وكل هيدا الشي يعني موجود بكل الاندي دايما هو سبوتلايت على المدرب ان كان بالربح ولا بالغسارة بس اكيد هيدا اي مدرب بلى جهاز فني متماسك واقف وراه حميله ظهره ما بينجح انا هيدا بقامن به هيدا الشغلة حميله ظهره كتير مهمة لانه سبوتك كمارك تعم تقول شكل بارح اكتشك تعم تقول شكل انت انه عنا شكل بلبنان كله مثل شارك انفستد ووتر صحيح كله ناطر الكوتش تا يسكع او ناطره عالكوع تا يقوم يكتشون تا ينط وياخد محلو خاصة لانه في عندك ناديين او ثلاث نوادة خرج الواحد يكون الكوتش فيهم صحيح والضو دايما عليهم فكله ناترك عالكوع كامل تسقط كمي اي قد محللك مية بالمية و بتخيل هيدي الشاكل الععاد اللي عنا اياها في لبنان هلا عم نفتح السير انا وياك بس اتس فاري تاكسيك اصد الكوتشينج باللبنان اتس فاري تاكسيك لازم كل واحد يعرف مسلا كيف هلا انت انا مكتعارف به دوان وانت طلعت شوي شوي من الاكاديميس طلعت لفوق ما حدا نيجري ايه بينط قبل دوره يجب أن تعرف عندما تحرقك بمسيرتك فهيدا الشي منه صحي ابدا سوانا في كتير ناس مثلا فجأة بيكونوا بينعرض عليهم جابز كبار بكون كتير واقعي معه يعني بقول له بدك تنتبه بدك تحسبه صح بدك كذا الفريق انت مركبه الفريق انت ما عامله شو قادر تعمل شو قادر تقدم شو قادر تشيل شو قادر هيدول لصاص كلها بدك تحسبه قبل ما انت تتحمس وتاخدك وياخدك الحمس دغري انا بدي استلم لانه الوعها بتكون صعبة من النهينة بعدين انت تبلش غلط بكاريرتك انا كان هيدا هاجز كتير كبير لقرب 2017 وقت حجم ازني اللي فيه عندنا هلأ جاي مجرب حالك جرب ما انبسطت هو الرومر قصلا بتقول انه انك انه عاتوك كيم كان جاي بيبلوس او جاي مان تشوف انه سبت حالك مظبوطة قال لي جرب حالك ثلاث جاي مات قال لي جرب حالك اول ثلاث جاي مات انبسطت انبسطت ما انبسطت من جيب يمدرب وانت محلك معفوز قلت له اوك بلشنا بيبلوس اربحنا الجيم وقت عارضنا رجعنا لعبنا اربحنا رجعنا الابنة تضامن اربحنا بعت وراي اللي عنده على المكتب كان هوي وتمام جارودي موجودين شو بعدك خوفان بعدك قلت له نلأ وكزا وده قالوا لي خلص نحنا هلأ حنعلنه انه انت هنسبتك لاخر الموسم والله يوفقك اه ركز عشغلك وانطلق وانطلق ونحنا بضهرك كانت يعني القصة اول شيء اه بس بنفس الوقت كان انا عندي علاقة منيحة وطيبة مع اللعيبة صوت قبلوني احترموني وساعدوني كرميل باول موسم نعمل هيدا النجاح اللي عملناه وقتها وصلنا في نال بطولة دبي بتذكر اول دورة لقلي وخسرناها كنا ربحانين على كل الفرق فرق تلتين قربين وصلنا في نال ربحنا سالة خمسة وتلتين خسرونا فرق تلتا عشر صون كانت يعني بشكل مخيف انه كانت اول بطولة الكيس احوي هون قربنا نمسكو كلناها بعد شهر ونوص رحنا عغرب اسيا وقتها بالاردن طلعت مجموعتنا بيتروشيني ونفط عبدان وفريق من القدس من فلسطين فريق ايراني معي واقل كان قردي خلع كتفه بمطش المتحد ومراح معنا رحنا سبع لعيبة كان كريم زينون عمره ستاش سبع عشر سنة وقتها راح كريم معنا وشاب اسم مجاد الاعور صار بامريكا بتذكره وتجويز العوم على البنش دولني وعلي حيدر وأجنبيان وأمير وجان ربحنا بطولة وقتها كانت هاي دي من التجارب هادي يعني انا بداياتي بكاريرتي ما كان دايما معي طوب تيمز ومربح وربحت فيهم كناوات عندي ظروف كتير صعبة وقدرت اربح وشق طريقي يعني عادي البطولة انا ما بنساها بطولة قرب اسيا بالاردن وقتها ربحنا بيتروشيني مرتين ونفط عبدان مرتين بأسبوع واحد بيتروشيني كانوا سعيد دفر بنا و يخشالي و جمشيدي كلهم معهم المنتخب كلهم معهم اجنبيان كانوا رابنسون جيرالد رابنسون البلايميكر طبع مناقب و يورو كوب و سنتر منتخب استراليا اندرسون كنا نجيب وقتها بعضهم اجنبنا انا كماية الادي امينو كين براون كين براون اه كين براون وقتها قدمنا بطولة استثنائية لعبنا لعب كان خيالي درنا نرباح من بعدها ربحنا بطولة اسيا كمان بطولة اسيا ما كان فيها الاسماعيل ولا ما كان في لعب اسماعيل كنا كريس دانيلز ودوبي ووائل وعلي حيدر وجون وكان معنا امير وكوستي وحسان الخطيب عالبانش وبتذكر بعد حدا كان معنا بيجاي لبناني كان معنا باك اوب وبلشنا ساحبت ال اه رويس ميحة يمكن ان اعتزل وقتها لا كان تركنا معنا بالبطولة 2017 رجع فل كنا يعني امرأنا بظروف صعبة مش دائما كان عنا وقتها ربحنا خصوصا بسنة الالفين وسبتاش كانوا واذا بتتذكر عمله تونتي ثري وان مع الدور التاني مع الكزا كانوا خسروا خسارة واحدة وقتها بتذكر من منكن اذا بتتذكر من الويزة بس احقلك ايه مظبوط بس انا كنت معهم بس كان مروان انا كنت معهم انا كنت معهم هذا المطش الوحيد اللي خسروا خسروا ضدنا مش قوي اتهم كانت خسرناهم اتهم اه مظبوط بس وقت خسرناهم اتهم لانه هني كان عندهم اجنب معور مظبوط ايه وبتذكر خسروا وماتش بالمنارة ضده بس مش بالستريك مية بالمية رجاء عامل استريك ورجعنا وصلنا على الفينال هني الهوم كورت لقلهم وطو زيرو داون ورجعنا اربحنا فكانت لحظات هيدول استثنائية هيدول هن بدايات هن اللي اكتر شي عاب حبهم ايه اكيدة اكيدة ايه ما كانت الامور سهلة دايما متل ما العالم بتصورها لا لا شي اكيد انتبه بالنهاية المطرف هاي شكل دايما منقوله على البودكاست عنا انه كوتشينجي مش بس تاكتكال كمان هي ماناجيري تعرف هاو تو موتيفات بلاييرس تعرف تحكي معهن فالقصص اللي انت عم تحكيها هي تاكتكال فانس واكيد تعرف اليكس فرغسون مشكل حياته طرد التوانية كان يشيب اسسن كوتشية يساقج له تاكتكال سايد فكوتشينج مش ضروري انت اذا منك التاكتكال كوش بس اكيد ماناجير يعني انت مدرب منك منك منية بالعكس انت بيك تكون مدرب كتير منية فوق ابو شقرة كل العالم تعرف انه هي ماناجير وريد بيحكي لها البطولات لانه هي مية بالمية يعرف تركب فريقه مية بالمية هادول القصص صير هاي كتير مهمة تعرف تركب فريقك انت لما جيت على الرياضة وانا كنت قلت دايما انو كنت اسمع دايما انت ادات ومش بوجهك انو اي اي انا شو بدي يغير وهيك قلت لهم اجا احمد فران يعني اكيد في تغيير اجانب يعني هايدي الشكلة مش معقول تصير بدون هايدي بدون تاني اكيد اكيد كان في بده يعني التغيير جاي جاي كان فا هيدل لصلت البالكواليس مابيعرفوها العالم يعني انا دايما بقول لهم للعالم بلتأي بعالم على الطريق اه ليه هايك ولاه هيك ووما تروع بقول له انت حبيبي بس تحضرنا بكل الاسبوع سهتان وورا التيفي انت بتعرف نعنا شو منعيش خلال الاسبوع وبالتمرين وشو منعانى وشو بيقطع علينا و X Amelia وانتو ما بتعرفوا الشي انتو بتعرفوا بس الصورة الحلوة اللي بتطاع لكم على الالتيفي ما بتعرفوا نحنا خلال الأسبوع بشو بنكون مرئين بشو كون عم نعاني من إصابات من مشاكل لعيبي ما تمرني تلعيب تمرن لعيب مصاب اللعيب بدو يرتاح بسو هاي دي لصص كلا ياتا يعني العالم ما بتعيشها ما بتعرفها وستل بيطلعوا بيحكوا بيحكموا عليك وبحللوك وبيعملوا كأنه هو عايش معك وبيعرف كل شيء وفهمين كل شيء وهو بس من ورا الفيسبوك أكتر شيء تيفي وتحليل يعني عرب عمليون كوتش بلبنان فتحمل لحقلك شو أنا دايما هالشغلة بقوله أنه كل واحد حر برأيه انت بتعطي رأيك على الاقتصاد حتى لو مناك اقتصاد وضع البلد أو وضع اللقاء هيا الله شيء أو وضع السياسي حتى لو مناك عدارس علوم سياسية بس قوله باحترام مين بو هدعنا الليلتلك يا أبا مزبوط بس قوله باحترام مية بالمية هاي بهي كانت كوتش قبل ما نخلص عبيلي أعرف شوي هدا السؤال قديش كان مهم اسماعيل أحمد للكرير طبع أحمد فران كتير أنا دايما بقوله وهلا حقوله معك من هون من البودكاست من عندك اسماعيل أحمد هو أساس بكل شيء أنا ربحته هو وجو عبد النور صراحة يعني تبي فير مع دول الشباب أنا محظوظ أني كنت موجود بكريرة اسماعيل أحمد قبل ما يخلص وبعدني محظوظ ده هلا أنه أنا عم تسائب بالفريق اللي هو موجود فيه ليك اسماعيل ما بيتكرر اسماعيل الععيب بيعطيك راحة نفسية ما طبيعية سو أم آم فيري فياري فياري لوكي أنت جريتفل أنه أنا مرقت بالكريير تبعيته كنت موجود أه وكمان مع جون عبد النور اللي هيز ون آف دي باست لايلى أحمد فران اللاعب الوحيد اللي كنت ما بدله ولد ديه على أرض الملعب اللاعب اللي كان يلعب مئة عربعين ديه أنا ومرتاح لأجراء أخر شئ يقولولي بس يوقف جان استثنائي هادول اللعيبة بعتقد صعبي يتكرروا حاليا بتمنى انا يكون في جان تاني واسماعيل تاني بالمستقبل بس ايه برجع بلك انا محظوظ ان دربتهم واشتغلت معهم كنت بهيدا بهيدا الفريق اه كارير استثنائية اتنايناتهم اه وصعبي يتعوضوا صعبي يتعوضوا ابدا يعني اه فهلا اسماعيل اللي عملوا بالفاينل كان جنون جنون استثنائي حتى بالسامي فاينل صح ليدرشيب ايه بالسامي فاينل كان كمان عم يجي اوف دا بنش خصوصا بجيم ثري كان الليدرشيب تعيته كانت واضحة ارض الملعب ديفنسيف لي الزكا تبعه كيف بيهدي اللعيبي لما يفقدوا تركيزهم هيدا شي بعتقد حنفتقده كتير اذا قرر اسماعيل بيوم الايام يوقف بس طول ما هو وما هو ما يعرف بس هو ليه بس هو طول ما هو قادر يعطي ويلعب اه نحنا دايما رادي لتوساينهم رادي رادي دايما دايما طول ما هو قادر يلعب وبصحة بعتقد اسماعيل هي والبي وذ رياضي اكيد. اصلا بتخيل اسماعيل وجان هني من سبع الرياضي ما بتخيل حتى من بعد اكيد هيكونوا بقلب النادي اكيد. جان بالاخرة النهار كارير اربط عشر سني خمسة عشر سني يعني اكتر اه الفين وثمانه. الفين وثمانه ايجو على الرياضي. على الرياضي ايه 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 على الرياضي. يلعا انا عم بحكي بس بالرياضي اي ايه على الرياضي. جان خمسة وعشرين سني. عابقول انا الا الا ما يلعب لول وغزير. اه 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 بلش مع غزير لما كانوا بالدرجة الاولى كمان. لعب سنة تضامن. مزبوط وسنة لا جان يعني تقريباً كاريرته صارت عشرين سنة تقريباً اسم الله وقامت السنة معه بالبلو ستارز كتير كتير مش معاول كشخص برات الملعب وعلى الملعب مية بالمية يعني عن جد كابتن بكلمة عن الكلمة 100% وهذا كان سبب من الاسباب انه هو كان كابتن النادر الرياضي هيدا ستنين الطويلة كلاياته بيستاهل كل شي عمله مع النادر الرياضي لانه عن جد عطى النادر الرياضي وكنزة النادر الرياضي كل شي كل شي عطى كل شي جان للنادر الرياضي ما بيخل علينا بأي شي ان كان معي ولا ما كان مع كوتش ابو شقرة ولا ما كان مع كوتش سبوتيتش دايماً حافظ على استمرارية بكل كاريرته ولا مرة كان عنده دان دايماً ستيبل جان دايماً كان كروشل بارت بالفريق كوتش اخر سبجك لليوم احكي عن شكل انت قرد حكيت فيها بالحلقة اللي هي المنتخب لما كنت عم بتحكي عن المنتخب لما حكيوك واجتمعتو وقلت له انا يوماً ما هسير كوتش رياضي حسيت ازات الشي اللي حسيته هديك السنة مرة كانت ع ع سايدبول ازامج بلطان وحسيت هيك متل من حرقة قلب عم بتقول انه حكيك حداً كان مالت السري من وقت المنتخب ارجع للحاج مزبوط ووقت رجع صار شي ومرجع الحكيك بحس صارتين مرة هالشغلة بحسها انه من حرقة قلب يمكن تطلع بتلاقي انه الجيل القديم الكوتشي القديم القديم كلهم اخدوا فرصة صح بجداد كلهم عم بياخدوا فرصة صح وانت انبتوين اكتر شخص ربحان بطولات بلبنان ككوتش لبناني هلأ حالياً عم بدرب محتى عم بينحكى معه تماقلك ازا كوتش او تقلك كوتش حداً من الاندر ايتين او اندر سكستين حتى تتكون عالستاف اه 100% والله ليك صراحة ما بعرف ليش ما بعرف ليش بس انا اه مرقت فترة علي بعد الالفين وخمستاش انه كانت ابدا نت انترستد اني مور بايشي ريليتد للمنتخبات يعني من وراها الموضوع اللي هدا حكيت عنه من وراها الموضوع اللي صار معي بالالفين وخمستاش لا مرأة دي يعني سبع سنين لا رجعوا تصلوا فيني هديك السنة اه ما بعرف اه شو رجع صار يعني بوقتها حكيوني انه كذا كذا اول ما قلت انه انا بدي ستاف نقي سو كان في حيط بوجه انه لا ما فيك تنقس تاف اني ما قالوا ليها بس هيك في متل انه دقري تاني يوم اعلنوا عن الستاف تبع منتخب لبنان الموضوع صار ورا ظهري انا اخرت النهار رجعوا الشباب عملوا انجاز كتير كبير وحققوا اه كل شي معقولة طموح الاتحاد وطموح الجماهير اللبنانية قدروا الشباب يوصلوا له بس انه الموضوع بطل بالنسبة لعلي عقدة خلص انه اه اخرت النهار بالحياة انت في قصص ما فيك تتحكم فيها سو بتبطل تفكر فيها ابدا وانا اوصلت لهيدي المرحلة صراحة اه بعد اللي صار هيديك السنة اه بس اكيد انه الواحد كان بيتمنى بكاريرته انه يدرب المنتخب بعد ما شايف انه كل زملائه بالدورة اخدوا فرصة ادربوا اه ما بعرف امكين بعد فيه حدا على اللي استقدامي بعد فيش اربه خمسة بعداني بيجي دورة ما بعرف اه 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 مش وقت اه 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 الشباب عندهم صيفية متعبة خصوصا بعد السيزن الطويل بدهم يلتحقوا بالمعسكرات وانا بتمنى لهم كل التوفيق من هون من من براك لأهلن ولكوت جاد وان شاء الله بيبيض وج الجمهور اللبناني وكل الشعب اللبناني اللي بيحس الباسكت هي متنفس لأهلو اه اه انا بدم الصوت لصوت لصوتك كمانا وان شاء الله نقدرناه النتيجة اه النتيجة بتكون نربح جيمات ما حدا نحط كتير expectations على الشباب خلينا على الأرض صح ما كتير نكبرها للخبرية نقوم اذا الله ما وفقنا نقول يصير فيه هجوم متل ما كان عم يكون فيه هجوم عليك قبل كمانا وعلى اللعيب اللي متبقى ونقوم بالخربة في الدموات مظبوط مظبوط انقوم بالخربة في كتير نقوم بالخربة في الدموات كثير أسئلة في منهم حكينا عنهم بالحلقة في منهم هلأ هنقولون مثل ما انتلك تحت الهوى عند جات حبات كيف في كثير عالمها بيقولوا أنه نحنا كنا من العالم يلي من انتقدك بس بعد هنطلنا أنه نحنا حال دلات وهو جميل بفتكر السبورس كولتشر في لبنان من وراء البودكاست من وراء السبورس ميديا من وراء كلها لأنه العالم دي أرغب كمانا بلشت شوال كولتشر تتغير عندها الأحساس إن شاء الله ريبال شورباجي بيسع لك محبوظة ومعرفة لكوتيتش هل تعتقد سبوتيتش أن يكون ممتور؟ نعم كان مجموعة من الكارير تبعي لأنه أنا بلشت بالدرجة الأولى مع كوتيتش سبوتيتش وتعلمي وسبق قلت لك كليل الحلقة أني تعلمت من مقصص كتير لذلك نعم إليزا ينون بيسع لك أول شيء شكرا لك وشكرا لكوتيتش أسألتي هي كيف سعيد أن يضع أمير على البنش؟ كيف سعيد أن يضع أمير على البنش؟ بس اللي ساعدني بالموضوع أنه أمير عمل الساكريفايس وأمير هو اللي كان عم بيقلي أنه شو ما بيعوز الفريق أنا مستعد أعمل سو هيدا الشي ساعدني كتير لكون أنا متطمم بس أكيد إتس ناط إيزي أمير لعيبي كبير وفيه يلعب أربين دي أو فيه يحط ثلاثين أربعين بكل جيم وفيه يكون لعيب كونسستنت بس أمير ضحك رمال الفريق لا يربحوا هذا الشي ساعدني أكتر أما بناحية سمعة لك قبل كان أصعب بكتير سمعة هلأ صار أسهل بكتير صار أكتر منتر للفريق صار أكتر عم بيكون متل ما بيقولوا يعني نقطة الأولى تابعيتنا مية بالمية عم بيكون ليدر بكل معنى الكلمة بكله ان كان بالتمرين ولا بالجيمز لذا لا، إنه مكتش أسهل هلأ ليو خانجيان بيقول لك كوتش أحمد كونغراس في مجموعة سيزن أنا لدي سؤالك شكرا جدا كيف يمكن أن تقوم بعمل جميع الناس في ذلك المجموعة؟ وكيف تقوم بإيغالي؟ وكيف تقوم بإعادة المجموعة؟ وكيف تقوم بإعادة المجموعة؟ لا ممكن أن تقوم بها في كل جميع أن تقوم بإعادة المجموعة من تأخذ منك من أكبر وكيف تحدثون من تلك المجموعة ويجب أن تحصل على مجموعة من المجموعة وقد تطعب بطريقة اللعب والشيط المناسبة فاترز الهدوات والداخل وانتو يستمعين ان يكون طريقة مجموعة ثاني من المجموعة أسهل بس أكيد رغم كل الأشياء اللي شايفوها بآخر شهرين والستريك اللي عملناها واللعب الحلو والمستوى العالي أكيد بالكواليس بيضل في ناس زعلانة في ناس مننا رضيانة في ناس مننا مرتاحة بس at the end of the day كل الشباب ضحوا كرمال مصلحة الفريق لآخرة النهار يربحوا هايدي المدل ويكونوا أبطال لبنان محسن كرم بيقول لك سيئلك عن المنتخب يمتأخذ مش هأسألنا هالسؤال لغير شوي مين في لعيب لفتلة كتير نظرك وما كان قبل عم يتأخذ على المنتخب أو عم يندع على المنتخب ولو كان أحمد فران كان يمكن بيدعي على المنتخب مارك خوري مارك خوري بأعتقد بأعتقد أنه يستطيع واحدة في المنطخب لأنه يظهر هذا العام أنه يمكن أن يكون موبايل في تحقيق المنطخب ومزبوط بس أكيد يعني حسب السيلكشن اللي عنا بالفريق صعبي هلأ يكون بالمنتخب بس أنه مارك يستطيع واحدة في المنتخب لا يمكن أن تحقيق المنطخب لا يمكن أن تحقيق المنطخب تامي الحاج يلي هي بيق رياضي تامي ومحمد عبي سأل وليس تسأل الكوتش أحمد كنت أعجب 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 أن تحقيق المنطخب لأنك كانت تحقيق المنطخب مع المنطخب كوتش رانا وهو سرير أبداً هل يمكن أن تحقيق المنطخب وكيف تتعليق المنطخب كنت تحقيق المنطخب هل يمكن أن تحقيق المنطخب أكثر أول شيء تحية لتامي تامي كانت معنا بنفس الفريق في هارلم مع رانا لذلك كنت أعجب هل تتعرفت في أستراليا؟ نعم هي أستراليا من الأساس لديها باسبور لا أعرف لكن لا أتزوجت هي أستراليا من الأساس تامي أول شيء الجواب رانا كان دورها هذه السنة كانت عم تشتغل أكتر على الفيديو إدتينج على الفيديو سيشنز كانت هي عم تحضر كل شيء وبنفس الوقت أنا عطيتها سبيس على أرض الملعب بالورم أب وبالأف بولدريل هي كانت عم تعملون هي كانت عم تشتغلون واللي ساعدها بالموضوع أن الشباب كانوا كتير محترمين وكانوا كتير متعاونين ومتفاهمين مع خصوصة أن هني بيعرفوها من الأكاديمي شي زي كوتش بالأكاديمي بالفيات العمرية وهلا عندها دور كتير بالأكاديمي مع أمير عم تكون عم تحضر بروجرام بالأكاديمي اللي يمشوا عليه فهيدا كان الدور تبعاوي بوشتر كرميل تكون عم تشتغل ومرتاحة فعطيناها رول كتير منيح وإن شاء الله يعني شوية 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 الرول تبعا بيكبر وأنا من النوع بل كمدرب ما بحب الأسسسنين تبعوه ليكونوا رفريز بالملعب بس سو بحبهم تكون بيعطيهم ليشتغلوا بيعطيهم ليعطوا رأيهم ليكونوا بالتمرين بارتمن التمرين كتير مهم بعض الوقت عطي روز للأسسسنين كوتش تبعو لك سو إذا في كوتشية جديدة عم بطلعوه جيف روز للأسسسنين كوتشية مانو عايب هيدا أبدا بالعكس لأنه انت كمدرب مفيك تحمل كل البطيط ليش بس هيك حتى كلمال اللاعي بيصيروا يحترموا هالكتشية مش قاعد انت برا عم بحاطة ناس كافية لا يكونوا عم بيشتغلوا كمانا بيشتغلوا كمانا رفيق عباد بيسألك رفيق عباد بيسألك هل عبادتك مجددين أو أبادتك تأخذتك في التعامل بإمكانك أنك تتبعوا معهم مع العبادتك؟ لا أبدا يعني أنا اللي عندي ما هو علاقة كتير وطيضة وقريب منه ومن أهله هو واقل عرقجة وكريم زينون كمان شوي يعني حبي حكم أنه تواجد أهله دايما بالملعب وحواليلة الصبي كمان الشباب كل ياتهم يعني أنا عندي علاقات ممتازة أنا وياهم بس علاقتنا ما بتتخطى أكتر من أنه مدرب ولعيب يعني فيه فرانشيب كتير كبير بيحترموني بيحترمون وبعاملهم كأخواتي الصغار بس أنه فرانشيب أنه بتخلي تأثر على الشغل وعلى العلاقة وعلى الدسجنس تبغولي هدي مننا موجودة لأنه أنا بشيل العاطفة وعقلي على جنب لما أتعاطى مع اللعيب يكون بالملعب آخر السؤال من بول ظاهر سجاس فان مجدداً وعلى آخر سجاس وعلى آخر سجاس في حيات البسكتبول ما هي المعرفة أو المساعدة التي تتعلمت في أو في المساعدة التي تقومت بك إلى من أنك اليوم؟ أول شيء تحييي لبول هي فان وزيلمي بفاجأة فهمين بالبسكتبول كتير يعني أنا بو جهل و تحيييي هي كتير شغلي بسيطة بالربح قبل الإخسارة وهي دا أنا الشي اللي بعيده بعيده ع كتير عالم ما بيعرفوا يكونوا هيك آآ لما تربح كون هنبل قبل الإخسارة كون هنبل باعتقد هيدي دا باست سكيل انت بتخليك تكون آآ كوتش وبالطلعة كمان طول ما انت بتسمع وطول ما انت متواضع آآ هيدا الشي كتير 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 بيعطي لكاريرتك قصص ما بتتخيلها لانه انت حتى يعني آآ الله بيحب الناس المتواضعين ما بيحب التكبر فأنا بعتقد التواضع هو اللي دايما دايما بحرص انه أنا ضلني على الأرض لو شو ما كان لو شو ما كان أنا آآ دايما بخلي إجرية على الأرض وبجرب دايما كون تاني نهار أحسن من النهار اللي قبله سو بعتقد التواضع هي الشغل اللي بحياتي أنا بحرص اني اشتغل علي دايما كوتش تانكيو كتير أنا جيت تانكيو كتير لألك على استضافتي فأنا كتير مبسطت وأستأنست بتحس حالك قاعد عم انتدردش مع صديق الأعلاق فعنجاد شو كتير ناجح وتمنى لك كل التوفيق يعني عن جد وكل الأفضل إن شاء الله بعد من أكتر لأكتر شكرا كوتش، و مبروك شكرا على المعارضة التي فرجتنا إياها يمكن العالم لا يعرفها لكن هذا هو أحمد فران هل ترى هذا هو أحمد فران أنا أرى أوقات لأنه تلمع بأن هذا هو أحمد فران شكرا لأوصل شكرا لك شكرا لك شكرا لك كل مرة أنت عم تمسي لبنان مع أنه أكيد يمكن في بط من الجمهور لا سنبسط في رياضة يربح أكيد شي طبيعي كما أنه تمام كنا عم نحكي عنه أنه طبيعي مت كيف برشلونا وريال مدريد ما بدون يهم يربح هو يمكن حكم الرياضة زياد الشيء بس أهم شيء يكون مستواح له إن شاء الله وتبيضوا وجه كل اللبنانة والباسكت اللبنانة أهم شيء لأنه إذا ربحته كمان عم تحطوا إكسبوجر أكتر على باسكت وسأجيبوا سبونسر أكتر على الباسكت مش بس على الرياضة على كل الباسكت وكل العانة بقلبها الكوميونيتي هتستفيد 100% إذا تعرف كل مصابقات الفيبة ما بحطوا لوغو النادي بحطوا عالم لبنان حد الاسم إحنا عن جد طالعين نمثل لبنان وإن شاء الله من خلي الكل يكونوا فخورين بهذا التمثيل ونقدر وخصوصا أن هذه النسخة الأولى من فان الأية توصل سوف كتير كتير مهم إنه نجرب نربحها ونكون اللي فازوا بالنسخة الأولى إن شاء الله إن شاء الله كوتش شكرا وشكراك 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 حبيبي حبيبي مرسي